هنكمل اليوم صفحة 25 في مودرن كندا وفيها هنبدأ نتكلم أيضا عن إجراءات كندا أو التطور اللي حصل في كندا الحديثة طيب هنبدأ بـ changing society changing society يعني تغير في المجتمع as social values changed over more than 50 years canada became more flexible and open society طيب بما أن القيمة الاجتماعية تغيرت على فترة طويلة تقريبا خمسين سنة كندا أصبحت more flexible يعني أكثر flexible يعني easy أو يعني مرنة ومجتمع مفتوح يعني كندا في الفترة الخمسين سنة السابقة تطورت حتى أصبحنا الآن عندنا مجتمع مفتوح مجتمع متطور many took advantage of expanding secondary and post-secondary educational opportunities and a growing number of women entered the professional workforce طيب العديد أخذ ميزة من التوسع expanding يعني التوسع في secondary اللي هو التعليم الثانوي أو البكالوريا يعني and post-secondary اللي هو بعد البكالوريا educational opportunities opportunities اللي هي فرص تعليم بعد الثانوية أو بعد البكالوريا وما قبل البكالوريا أو الثانوية العامة طيب يعني عام إن كندا المجتمع الآن في خمسين سنة تطور وعندنا تعليم ومجتمع مفتوح في سيدات بتعمل طيب كلام عام مفوش أي حاجة مهمة طيب أغلب الكنديين اللي من أصول decent يعني أصول أسياوية اللي هم الصينيين يعني had in the past been denied the vote had in the past يعني في الماضي past اللي هو الماضي denied the vote يعني منعوا بين denied the vote منعوا من التصويت في الانتخابات الفيدرالية والانتخابات المقاطعة elections اللي هي الانتخابات يعني بيقولك برضو التطور الاجتماعي اللي حصل إن الكنديين اللي من أصول أسياوية كانوا ممنوعين سابقا من التصويت في الانتخابات وقلنا مثلا في أيام الحرب العالمية التانية إن الكنديين اللي من أصول مثلا ألمانية أو من أصول يابانية تم مثلا عزلهم ووضعهم في أماكن بعيدة وهكذا بس في سنة 48 اللي هو بعد الحرب العالمية التانية بالمناسبة the last of these آخر مجموعة من هؤلاء اللي هم تم منعوهم من الانتخابات اللي هم من Japanese Canadian الكنديين اللي من أصول يابانية gain the right to vote يعني حصلوا على حق التصويت حصلوا على حق التصويت يعني ممكن بس نبص على التاريخ ده بعيننا ولكنه غير مهم إن Japanese Canadian gained the right to vote في سنة 48 ولكنه ليس مهم سكان الأصليين منحوا حق التصويت في سنة 60 يعني منحوا حق التصويت في سنة 60 طيب today every citizen over the age of 18 may vote يبقى احنا لازم نعرف دلوقتي برضو إن أي شخص فوق 18 سنة يمكن له أن يصوت في الانتخابات هنا فوق 18 ده يعتبر خلاص شخص بالغ أدلت يعمل له عايزة طيب كندا welcome thousands of refugees from communist oppression including about 37,000 who escaped soviet tyranny in Hungary in 1956 أوكي طيب إن كندا رحبت بألاف welcome يعني رحبت بألاف refugees اللي هما اللاجئين from the communist oppression من الاضطهاد oppression يعني اضطهاد الاشتراكي اللي جاي من الكميونزم أو الدول الاشتراكية اللي هي الاتحاد السوفيتي فoppression اللي هو اضطهاد including about 37,000 يعني بما فيهم تقريبا 37,000 who escaped soviet tyranny اللي هربوا من الاستبداد السوفيتي اللي هي روسيا زمان كان اسمها الاتحاد السوفيتي الاستبداد tyranny اللي هو الاستبداد في هونجري اللي هي هنجاريا ودي كان دول من دول الاتحاد السوفيتي in 1956 مش مهم with the communist victory in the Vietnam War in 1975 many Vietnamese fled including over 50,000 refuge in Canada طيب ومع الانتصار الاشتراكي مع الانتصار الاشتراكية victory in the star اللي هو الاتحاد السوفيتي يعني في حرب فيتنام سنة 75 اغلق الكثير من الفيتناميين هربوا فليد يعني فيتناميز اللي هما الفيتناميين فليد هربوا including over 50,000 refuge in Canada وبما فيهم اكتر من 50,000 هربوا الذين سعوا الى اللجوء في كندا معلومة عاما برضو بس يعني ممكن نعلم ان بصراحة مش شايف معلومة مهمة خالص بس يعني ممكن نعلم ان البيتنام وور 1975 الفيتناميز فليد تو كندا وبرضو في 56 هما escaped Soviet tyranny in Hungary كل ده escaped الفين escaped الى كندا بس برضو بصراحة الصفحة اغلب الصفحة دي اغلب الصفحة دي كلها حشو ما فيهاش معلومات هم طيب the idea of multiculturalism فكرة بقى التنوع الثقافي التنوع الثقافي as a result of 19th and 20th century immigration gained a new impetus طيب يعني التنوع الثقافي اللي هو يعني التنوع الثقافي ثقافات مختلفة اديان مختلفة كنتيجة للهجرة طبعا لما بيبقى فيه مهاجرين كتير فكنتيجة للهجرة في الكارن 19 والكارن 20 century corn gained a new impetus impetus يعني مثلا حماسة زخم او يعني ولا بريطانيا and took pride in preserving their distinct culture in the canadian fabric طيب واصبح عندهم فخر في الحفاظ على preserving الحفاظ على distinct culture اللي هي ثقافتهم الفريدة أو اللي هي اللي هي مختلفة in the canadian fabric في يعني القماشة الكندية يعني أو في النسيج الكندي الآن اليوم الـ diversity اللي هو التنوع والاختلاف enriches يغني أو يثمر canadian lives canadian's lives اللي هي حياة الكنديين خصوصا particularly في مدامنا كمان بصراحة معلومات حشو يعني الصفحة دي أغلبها غير مهم طيب بعد كده نتكلم عن arts and culture in canada الفنون والثقافة في canada canadian arts have a long history of achievement in which canadian take pride طيب الـ artists canadian artists الفنانين أو المبدعين الكنديين مبدع أو فنان artists have a long history of achievement عندهم تاريخ طويل من الاستحقاقات أو الإنجازات واللي بيها الكنديين canadians take pride يعني بيفخروا طيب artists from all regions reflect and define our culture and form forms of creative expression and have achieved greatness both at home and abroad طيب الفنانين من كل المناطق regions reflect and define our culture يعني بيعكسوا ويعرفوا define our culture اللي ثقافتنا and forms of creative expression وأشكال من التعبير الإبداعي creative إبداعي expression التعبير and have achieved greatness ويحققوا إنجازات عظيمة both at home في يعني at home and abroad home هنا مش معناها منزل لا home يعني اللي هي بلده الأم اللي هي كندا يعني أو بلده كندا وي abroad اللي هي بالخارج الدول الخارجية يعني طيب ما فيش حاجة مهمة كمان canadiens have made significant contributions to literature in english and french طيب الكنديين عملوا كمان إنجازات contributions أو إسهامات عظيمة significant to literature اللي هو literature اللي هو الأدب في english and in french الأدب الإنجليزي والأدب الفرنسي اللي هو literature novelists poets historians educators and musicians have had a significant cultural impact novelists اللي هم الروائيين poets الشعراء historians اللي هم التاريخيين يعني المؤرخين المؤرخين educators المعلمين and musicians اللي هم الموسيقيين have had a significant cultural impact كان ليهم significant عظيم cultural impact يعني impact يعني أثر ثقافي عظيم أثر ثقافي عظيم men and women of letters included steven lecoc louis heimon sir charles robert pauline johnson emily nilligan robertson davis margaret lawrence and mordekai richler طيب men and women of letters اللي هم الرجال والسيدات دي أسماء ناس في الأدب يعني اللي هم في الأداب والكتابات يعني في الأداب والكتابات في الأدب يعني دي أسماء ناس مشهورة في الأدب فأنت فأنت عندك كده men and women of letters included ما تحفظ أي اسم يعني برضو كمان المعلومات دي بصراحة مشتورة تفز عشر أسماء يعني يعني ما قدرش أقول ما تذكر هاش بس أراها فقط طيب musicians يعني موسيقيين زي مين بقى Macmillan Willan One Renown in Canada and abroad اتعرفوا في كندا والخارج writers such as برضو في كتاب writers كتاب such as Joy Kogawa Michael Ondaatje and Renton Mystery have diversified canada's literary experience نوعوا ثقافة كندا طيب individual arts في الفن المرئي الفن المرئي زي التلفزيون يعني كندا is historically perhaps best known for the group of seven founded in 1920 who developed the style of painting to capture the rugged wilderness landscapes طيب في الفن المرئي اللي هو زي البينتين او الرسومات او التلفزيون بس يمعنا الرسومات canada is historically perhaps best known for group of seven طيب canada is historically perhaps best known for the group of seven يعني كندا يمكن معروفة بمجموعة السبعة اللي هما اتأسست سنة عشرين who developed the style of painting واللي هما طوروا نظام للرس painting to capture the rugged wilderness landscape اللي هما يصوروا او capture of photo يعني اقول لك كده خد صورة يعني هما ياخدوا صورة من wildness landscapes اللي هي المناظر الطبيعية اللي فيها الاماكن wild اللي هي البرية rugged اللي هي الوعرة او الخشنة يعني فالاماكن البرية الوعرة فهما group of seven فنانين عملوا اسلوب لتصوير الاماكن البرية Emily Carr painted the forest and aboriginal artifacts of the west coast ده اسمه برضو Emily Carr رسمت او Emily Carr painted the forest الغابات والaboriginal artifacts artifacts اللي الاثار يعني او البقايا من west coast في السحل الغربي لي automatistes of the Quebec were pioneers of modern abstract art in the 1950s طيب برضو المجموعة دي من كيبك فرنسية كانوا قادة او قواد ل modern abstract العلم او يعني الفن التجريدي الحديث الفن التجريدي الحديث في الخمسينات most notably Jane Paul Ripolle طيب انا بس بعلم على اسماء دي لانه بيدي لك اسم واحد انما الفقر اللي فات دي كان بيدي لك اسماء كثيرة يعني modern art abstract بس برضو ما تحفظ اي حاجة راه فقط فقط اراية فقط داش وقت وتحفظ ها كيبك لويس فليب هيبرت was celebrated sculpture of historical figures طيب برضو لويس ده كان celebrated يعني مشهور sculpture نحات sculpture نحات ل historical figures يعني تماثيل اسرية كينو جاك ashivac pioneered modern inward art with itchings prints and super stone sculpture طيب الشخص ده ابدع في inward art انوات دول اللي هي قبائل اللي احنا فاكرين قبائل من السكان الاصليين ابدع في تحديث فن قبائل السكان الاصليين بال itchings اللي هي يعني itchings يعني مثلا اللي هو يخيط حاجة أو ينقش ينقش أو يخلط يعني في حاجة ينقش prints طبع و super stone اللي هو يعني عمل بالحجر يعني اعمال حجرية sculptures اللي هي تماثيل يعني اعلم عليك قراءة فقط قراءة فقط يعني حتى الكلمات صعبة بتحفظ كلمات يعني متعدش بقى تحفظ super stone يعني super stone sculptures يعني افهم فقط يعني اعرف المعنى اقرأ اسمع الفيديو معي وخلاص بس اسمع كمان الملخص الجاي أو اسمعوا معنا الملخص فقط كندا has a long unrespected performing art فنون performing اللي هو يعني فنون استعراضية زي الباليد زي مثلا الرأس وهكذا يعني يبقى كندا هذا لونج يعني عندها تاريخ طويل ومحترم من performing arts اللي هو الفن الاستعراضي with a network of regional theaters and world performing art companies طيب في بشبكة بالمسارح theaters مسارح ال regional اللي هي الاقليمية مسارح كبيرة يعني and world renault performing arts company وشركات فنون استعراضية معروفة عالمية معروفة عالمية طيب نكمل the films of disney's of denies are can't have been popular in كيبك and across the country and have won international awards other noteworthy canadian filmmakers include norman jibson and atom egoyan canadian television has had a popular following تمام برضو يعني بيقولك مجموعة أفلام لأشخاص هنا يعني فهنا زي ما احنا شايفين يعني الصور بقى دي صورة مثلا جاك باين توم توم دي صورة عمال فنية دون ناس فيتنامين canadian parade ده موكب parade موكب فيتنامين canadian اللي هم الفيتناميين canadian air force قوات الكندية وده بصراحة ده زي عمل استعراضي كمان يعني ما مفوش يعني حاجة مهمة فزي ما احنا شايفين الصفحة أغلبها يعني أو كلها يمكن معلومات عامة كل المطلوب منك في هذه الصفحة انك بس تقراها اي معلومة تكد يعني تكون مهمة بصراحة وكمان هنتكلم عن الملخص هتلاقي موجود ممكن تسمع الملخص وخلاص يعني الصفحة تماما معلومات عامة ما فيهاش انا مش شايف اي يعني فيها حاجة تحتاج للامتحان يعني تمام ونكمل في الحلقات القادمة ان شاء الله